تحت قبة البيت الأبيض في قلبي واشنطن يعيش الرئيس الأمريكي جو بايدن فترة حرجة بين الإحجام والإقدام لخوض السباق الرئاسي في الولايات المتحدة تحت وطاقة ضغوط متعددة ربما تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم الضغوط هذه المرة أتت من بيت الرجل من الحزب الديمقراطي نفسه وهي أعلىها تأثيرا حيث انتشرت دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في الأوساط السياسية والاجتماعية والحزبية لأسباب مختلفة عدد من الفنانين والمشاهير طلبوا بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي منهم الفنان جورج كلوني الذي عبر عن أسفه بقوله أنها ليست فقط مجرد جدل سياسي متفاقم ولكنها أصبحت محنة إنسانية للرئيس الذي أحبه ديمقراطيون كثر ولكن صحته وقدراته المتضائلة باتت الآن مدة لنقاش مهين بطريقة علنية لا يمكن تخيلها سيانان الأمريكية وصفت المؤتمر الصحفي لبايدن في ختم قمة النيتو بواشنطن بأنها الأكثر ضغطا في التاريخ الحديث لافتة إلى أن محاولات بايدن لإعادة انتخابه شهدت تصدعا وفشلا بجانب تداعي الموقف السياسي للرئيس الأمريكي بمعدل ينال من كرمته ويخشى بعض الديمقراطيين من أن يؤدي إسرار بايدن البالغ من العمر واحدا وثمانين عاما على خوض السباق الرئاسي مرة أخرى إلى تعريض الحزب الديمقراطي لخطر داهم بينما يصر الرئيس الذي كان في وضع سياسي سيء حتى قبل المناظرة الرئاسية على عدم تسليم الراية إلى ديمقراطي أصغر سنا وتحت عنوان الحلقة الأخيرة وصفت سيانانا المؤتمر الختامي لقمة النيتو وذلك ضمن سلسلة فعليات عما تحولت إلى اختبارات مؤلمة لقدرات بايدن الصحية والإدراكية إذ يمكن أن تؤدي أي زلة أو ارتباك إلى كارثة سياسية لأن أي علامة على أن تفكير الرئيس أو أداءه يشبه التقدم في السن تؤدي حتما إلى تعزيز انطباع العجز الرئاسي الذي انطبع بقوة في الوعي المجتمعي الأمريكي منذ المناظرة الرئاسية الأولى ثلاثة عوامل إذن حددتها تقارير الصحافة الأمريكية بأنها يمكن أن تجعل موقف بايدن غير مقبول وهي تصدع الدعم الذي يحظى به داخل حزبه وتكفيف منابع جمعة تبرعات ونتائج استطلاعات الرأي السيئة ومع استمرار تدهور الوضع السياسي لبايدن بواتيرة متسارعة يفرض التساؤل نفسه إلى أي مدى يمكن لبايدن الإصرار على أنه وحده الديمقراطي والقادر على هزيمة ترامب والمخاطرة بمستقبل الحزب الديمقراطي اشتركوا في القناة